لازم أحلل قبل مجل حضرتك هو أنا حقول لك ليه ولا أنت لازم تقول لي أجي أكشف لأقوله بعد أنت تقول لي حلل لا أنا مش عايز أضيع يوم أنا مش عايز أضيع أسبوع كمان يعني أنا حاجات دي فكرت فيها محاجة أشتفكر فيها يعني أنا عايزه ييجي جاهز بتحليله علشان ياخد العلاج الدكتور يكشف وياخد العلاج ما يجيش مرتين حرام ولا وقتا ولا أي حاجة طيب نعمل إيه أسهل ما في الحكاية دي أنا على الأقل حنقول بشعر جاية واحدة واحد بتساقط شعر وإحنا قلنا نوعين تساقط شعر للشعر يرفيعة ثنين كده نحافة الشعر أو شدينج شدينج الشعر بيقع جمد قوي طب نعمل إيه نعمل الآتي واحد يعني تحليل دم سي بي سي تحليل دم نشوف صورة دم كاملة نشوف صورة دم كاملة الأول صورة دم كاملة نشوف الهومو جلوبين وإيه كمان في الريتين في اليومين دول بقى اللي بتقول يا ربنا يبعد عندنا كلنا الكورونا يا رب إنما لو عنده علامات معينة الدكتور حيشوف برضو الحركة دي وشوفه سخن ولا لأ ولا حاجة يعمل خمس تحليل أو أربع تحليل بقوا سهلي اللي هو علشان يقول الدكتور إن أنا ما عنديش ما تشوكش في كورونا يعني فحيعمل في الريتين C-Reactive Protein D-Dimers الخرابي ده مهم جدي هجد يا دكتور لا أسماء عربي لا هم أنا عدت طول ما أنا جاي في السكة لا حد بيكتب ورانا لا هيكتب C-Reactive Protein هيعرف CRP كده وحيعمل في الريتين في الريتين يكتبوا بالعربي واللي أهم من كده D-Dimers D-Dimers دول والهوموجلوبين وتحليل دم ده بقى ضقيق جدا دلوقتي ضقيق جدا 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 تحليل الدم بنعرف منه هوموجلوبين نازل يبقى فيه أنيميا تفسر سؤوت الشع يعني الحكاية سهلة يعني بس الأنيميا دكتور مش بتعرفوها من لون الضوافر ديت صحة كده آه صحة من تجعيد الضوافر تجعيد الضوافر بس ساعات بتلاقي له نصفر في هنا وانت عارف كل البنات وبتاعت ليه مغطيين الضوافر دهنين بويا لما مهريين هنا منعرف والشين والشين تقول لك أنا ضوافر طيب ضوافر أنا هشوفها فين دي قالت لي أشيلها لا أشيله المهم تاني يبقى دي ده ايه كمان بقى المهم قوي وظيف الكبد يعني أنا اللي حقوله ده تحليل قليلة جدا بس مش عايز اللي رايح للدكتور هو اللي يضيع وقته والله هتفيدني على كل المستوى مش جلديه رس طبعا على نفسي ودايما نقول إيه نعمل مرحلة لو لقينا فيها حاجة لقدر الله نبتدي نكمل